أهلاً وسهلاً بأبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الخمس الاتدائي على منصة البث المباشر وحلقة جديدة من حلقات الرياضيات ومعكم الأستاذ عابير حسني معلمة الرياضيات ومدربة بالأكاديمية المهنية للمعلمين محافظة بنسويف ونبدأ النهاردة حلقتنا ودرسنا الأخير في الوحدة التانية اللي هي الخاصة بمنهج شهر أكتوبر ياولاد وهنبدأ رحلتنا النهاردة مع المحور الأول حسن العدد والعمليات الوحدة التانية العلاقات بين الأعداد المفهوم الثاني اللي هو العوامل والمضاعفات وهناخد الدرس السابع وهو مقرر شهر أكتوبر الدرس السابع مضاعف المشترك الأصغر ميم ميم ألف أخذنا في الحلقات السابقة تعلمنا معنى العوامل جبناها من جدول الضرب اتعلمنا العوامل المشتركة جبناها بشجرة العوامل في الصف الخامس بشجرة العوامل واتكلمنا عن العامل المشترك الأكبر باستخدام الشجر خدنا درس بعد كده كان الدرس اللي هو المضاعفات اتعلمنا فيه المضاعف المشترك الأصغر أو اتعلمنا فيه المضاعفات المشتركة عامة كنا بنجيب المضاعفات حتى العدد 12 لما كنا جبناها الحلقة السابقة وتعلمنا ازاي نجيب مضاعفات بطريقة القفز وبطريقة الجدول القيم المقررة في الجدول كده تمام النهاردة هنتعلم الدرس السابع المضاعف المشترك الأصغر ميم ميم ألف وهنتعلم النهاردة نشرح معنى المضاعف المشترك الأصغر وهحدد المضاعف المشترك الأصغر لعددين صحيح حتى العدد كان 12 لو بدأنا وبدأنا نفتكر مع بعض كنا نتكلم في الحصص السابقة عن مضاعفات الأعداد لو بدأنا سؤالنا الأولاني النهاردة بيوجد مياه هبدأ معاك واحدة واحدة عايزي مضاعفات العدد 6 لو جبت مضاعفات العدد 6 ركز معاك يعني هزود العدد بنفس القيم 6 6 6 زود كل مرة 6 يبقى 6 بعدها 12 يبقى زود 6 كمان قدي 12 هزود 6 كمان يبقى العدد بعدها كام يا ولاد هيبقى العدد 18 زود 6 كمان يبقى 24 زود 6 كمان يبقى 30 هزود 6 كمان يبقى 36 إلى مال النهائي طالما ما حددهاش بزود نقط في الآخر لأنه ممكن هزود بعدها لو زودنا 6 كمان هيبقى كام؟ هيبقى 42 اللي هي 6 في 7 لو جيت قلتلك عايزة مضاعفات العدد 9 تعف تجيبها لي؟ يلا نكتبها كده مضاعفات العدد 9 المضاعفات العدد 9 وأنا بكتب ركز معايا يبقى هزود 9 18 هزود 9 كمان فوق 18 يبقى في 3 يبقى في 27 زود 9 الربعة يبقى 36 زود 9 الخمسة يبقى 45 زود 9 الستة يبقى 54 عادي نزود تاني يبقى في السبعة يبقى كام؟ يبقى 63 حلوة يا ميس وإحنا هناخد النهاردة ده احنا بناخد نتعلم أو نفتكر مع بعض مضاعفات عشان أنا عايزة أعلمك العنوان بتاعي النهاردة اللي هو المضاعف المشترك الأصغر اللي هو ميم ميم ألف كده تمام؟ حلوة جبت مضاعفات العدد 6 جبت مضاعفات العدد 9 تم تركض ويقولك سؤال دلوقتي هات المضاعفات المشتركة فوق وتحت بين الستة والتسعة لو ركزنا شوية هتحوط فوق رقم وتحت معاه رقم تاني مين هو؟ هتحوط للتمنتاشر ممتاز هتحوط للتمنتاشر تحت ممتاز أحسن يلا بينا يا بنات كمان معانا الشباب والبنات هيحوطولي عدد كمان من فوق ومن تحت أيوا تقف عليكم ستة وتلاتين فوق وستة وتلاتين تحت يعني أنا هستخلص من الموضوع ده إن أنا قد هجيب مضاعفات مشتركة فوق وتحت هتجدها فين؟ في التمنتاشر وفي الستة وتلاتين ولو زودنا تاني يا أولاد هنلاقي مضاعفات مشترك بس أنا حوط ده عشان إحنا عايزين نتعلم حاجة دلوقتي هنا تمنتاشر وهنا ستة وتلاتين يبقى ده مضاعفات مشتركة النقطة الجديدة عندك النهاردة في مسألتك عايزة حدد المضاعف المشترك الأصغر للعددين ستة وتسعة لما أقول عايزة حدد المضاعف المشترك الأصغر للعددين ستة وتسعة ركز معي هنعمل إيه في العددين ستة وتسعة مين هو المضاعف المشترك الأصغر حرف الألف هنا ليس الأكبر ولكنه الازغر معوجودة في عنوانك في درسك فوق اهو الازغر. مين الكبير ومين الصغير? ستة تاتين كبيرة ايوه. التمنتاشر هي الصغيرة. يبقى اذا دلوقتي انا هاخد مين الازغر? هاخد ازغر واحد في المشترك. هاخد ازغر مضاعف مشترك. اللي هو مين يا ولاد? اللي هو التمنتاشر. ممتازين. هاي. هاخد مثال تاني عشان اعرفك ازاي هجيب المضاعفات. المضاعفات حاليا احنا هنجيبها دلوقتي بالتجتيب بالكتابة زي ما انت كان. اعمل مثال تاني شبه دلوقتي. يعني اوجد ميالي مضاعفات للعدد ستة. نجتيب مضاعفات للعدد ستة. هتقول لي ستة اتناشر. هنزود ستة هيبقى تمنتاشر. هنزود ستة اتبع وعشرين. هزود ستة تلاتين. هزود ستة هيبقى ستة وتلاتين. الى ما لا نهاية. هنجتيب مضاعفات